الزمالك عنده بعض المصابين أقول لك شوية تطورات فيما يخص المصابين في نادي الزمالك وأبرزهم طبعا النجم أحمد مصطفى زيزو الفحوصات أثبتت إصابته بمزء من الدرجة الأولى بالعضرة الخلفية يحتاج إسبوعين من الراحة قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية محمد حمدي الفحوصات أثبت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للرجبة ويحتاج فترة علاج وتأهيل لمدة إسبوعين على أن يعود بعدها للمشاركة أحمد حمدي جمهور الزمالك وحشهم أو أحمد حمدي طبعا أنا فترة تأهيل الأولى وهيخضع للمرحلة الثانية على أن يعود للملاعب بعد شهرين بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الوينش قرب هيحتاج من أربع لستة سويا شهر شهر ونص كده وبعد كده يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد ما أنهى المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي حمد الله على السلام حمد الله على السلام طيب في كلام أنه الزمالك بيفكر في طارق حامد في يناير كلام كتير اتنشر بخصوص هذا الأمر سألنا الناس في الزمالك أجماعة بتفكروا في طارق حامد في كلام مع طارق حامد فكان الرد كالتالي أكيد طارق حامد وحن من نجوم نادي الزمالك السابقين وأكيد وجوده هيبقى إضافة لنادي الزمالك جدا بس إحنا مشكلتنا في طارق حامد مش إنه يرجع ولا لأ طارق حامد الراتب بتاعه دلوقتي راتب كبير جدا وخزينة الزمالك في الوقت الحالي لا تتحمل إنها تدفع الراتب بتاع طارق حامد عشان كده مش هنقدر نروح نجيب طارق حامد في يناير لكن عايزينه؟ آه طبعا عايزينه بس إحنا مش هنقدر نجيب طارق حامد ببساطة شديدة دي الحاجة بتاع الطارق حامد يلا وآه أنا نفسي فيه بس مش عارف أجيبه ببساطة شكرا